تنتشر في كافة أنحاء المحافظات شوادر بيع الفوانيس التي تعد أحد أبرز مظاهر شهر رمضان الكريم المزيد في سياق التقرير التالي نتابع مع حضراتكم بأنامل مبدعة وطراث تتوارثه الأجيال يحافظ صانع البهجة من صناع فوانيس رمضان على أحد أبرز مظاهر الشهر الكريم فانوس رمضان بكل محافظات الجمهورية وأحيائها تنتشر شوادر بيع الفوانيس تلك الفوانيس التي تدخل البهجة والسرور على قلوب الجميع صغارا وكبارا بإحدى شوادر بيع الفوانيس بمحافظة بن سويف تتواجد الفوانيس بمختلف أشكالها وأحجامها وأنواعها المختلفة ابتهاجا بشهر رمضان الكريم نحن أساس الفوانيس الفوانيس قبنع جدا شغال فيه قديلة أربعين سنة كل سنة هنا أشتري طلبات رمضان للعيال عشان هنا مكان قويس كل سنة أنت طيبين تعودنا كل سنة أن نحن لازم ننزل نشتري حاجة بشهر رمضان نعمل زينة في بيتنا في المكاننا في المكان العمل في المكان شغولنا أشكال وأنواع الفوانيس تنوعت ما بين الصناعة المحلية والمستورد حيث الأنوار المبهجة وأشكالها المختلفة ملأت أرجاء المكان وسط حالة من الفرحة والسعادة عمت وجوها الجميع اتعلمت الخرص من على النت وأخدت كرصات عشان أطور نفسي رمضان السنة دي بتديت بأشكال جديدة للفوانيس للأطفال سبونش بوب وكيتي سبايدر مان عملت مجسمات لفطوطة وبكار بوجيو وطمتم دايستي ويزو الفوانيس الصغيرة بتاخد مني شغل حوالي ساعة ساعة ونص الأكبر شوية من ساعتين لتلات ساعات ناشر البهجة من محترفي صناعة الفوانيس لا يقفون عند صناعة الفوانيس ذات الحجم العادي بل يتفننون في أحجامها وأشكالها ففي محافظة أسيوت اعتاد المهندس إسماعيل صابر وفريق عمله على تصميم الفوانيس الضخمة والتي يصل ارتفعها لنحو ستة أمطار هواية تحولت لمهنة غير لأجلها مصار حياته العملية تاركا عمله الحكومي ليتجه نحو العمل الحر في مجال الدكورات ومنها تصميم الفوانيس كان عندي الأول هواية بتاعت تصميم وتنفيذ المجسمات الخشبية وبعد كده ابتدت أنتقل من هواية بيئة حرفة كونت فريق عمل من مصممين ومنفزين دربتهم وكانوا بيعملوا معي في نفس المجال فكرة الفانوس الكبير جات لنا أننا كنا عميزين نعمل حاجة كبيرة ومميزة صرشت على النت على أن أنا أشوف أكبر فانوس خشبي على مستوى العالم لقيت أن أغلب المقاسات بتبقى صغيرة ومن أقصى الصعيد في أسيوت إلى محافظة الإسماعيلية سيطرت أيضا أجواء شهر رمضان الكريم على منطقة المحطة الجديدة أقدم شوارع المحافظة استنادي عندنا فوانيس كويسة عندنا فوانيس بتبدأ من أول خمسة جنيه لحد مالة النهية إحنا شغالين طبعا بالمنطق بتاعنا منطق المصري إحنا عندنا فوانيس بتبدأ من خمستاشر جنيه عندنا فوانيس بتبدأ خمستاشر جنيه هذا لو عايز تبص عليها برضو وتشوفها بتبدأ من خمستاشر جنيه وفي حاجة بتبدأ من عشرين جنيه وفي حاجة بتبدأ من خمسة تلاتين جنيه أكتر من تلاتين شاك عندنا جميع أنواع الفوانيس معمولة في قلب مصر هنا من أول أربعين، خمسة واربعين، خمسين، خمسة وخمسين، ستين بالنسبة بقى الشرع مكة دوعاً بيسموه في اسماعليه هنا شرع البهجة لأن انت بتلاقي البهجة بتاعت رمضان زي ما حضرك شايف كده الأنوار والفوانيس والحاجات الحلوة اللي بتفرح الناس شراء فانوس رمضان عادة توارثها المصريون منذ القدم لتكون أحد أهم مظاهر الشهر الكريم في العالم الإسلامي فهو جزء لا يتجزأ من احتفالات ليالي رمضان